وبعد حوالي الثلاث سنوات لاستلام ماريسا ماير منصب الرئيس التنفيذي لشركة يهو على ما يبدو بأن إلى حد اليوم الظروف لم تتحسن كثيرا في هذه الشركة لازمنا نشهد تراجع إن كانت بنسبة للإيرادات وحتى بنسبة للأرباح دائما هذه الأرقام ما تأتي دون التوقعات ولكن دعونا نظرة على آخر نتائج يهو بنسبة للإيرادات شهدناها على تراجع بحوالي 7% لو قررناها عن العام الماضي 2014 جاءت عندها مليار و22 مليون توقعات أيضا كانت أعلى من ذلك لهذا شهدنا ضغط على أسهم يهو وبعد إعلان النتائج لسيما ما شهدناه بالنسبة للأرباح هذا بالنسبة للإيرادات أرباح يهو جاءت عندها 15 سنة للسهم طبعا هذه الأرباح المرتفعة ربما ساهمت فيها إلى حد ما أو حتى في الربع الماضي صفقة علي بابا ولكن التوقعات كانت عندها حوالي 17 سنة للدولار جاءت الأرقام عندها 15 سنة للسهم الواحد هذا بالنسبة للأرباح والإيرادات جاءت طبعا دون توقعات المحللين وهذا ما ضغط على سعر السهم تكلفة التسويق أو يسمى فيها الترافك تحديدا يعني كلفت يهو خلال هذه الفترة كانت خطة لتوسيع هذا البرنامج كلفت يهو حوالي 223 مليون دولار طبعا لو قرناها مع الربع الثالث من عام 2014 كانت فقط هذه التكلفة عندها حوالي 54 مليون دولار لاحظنا هذه استراتيجية ماريسا ماير في الفترات الماضية ولكن هل سنشهد بالفعل تأثيرها على بينات المالية مستقبلا إيرادات محرك البحث والإعلانات في الربع الثالث بمليون دولار أيضا شهدنا الإعلانات ترتفع ب13.8 في المئة سجلت 509 مليون دولار بالنسبة لمحرك البحث سجل ارتفاع ب12.6 في المئة هذه الإيرادات في هذا القطاع تحديدا شهدنا في تحسن أرقام مشابهة 509 مليون دولار ولكن اليوم أيضا ياهو تطرح خطة جديدة وهي هذه الصفقة مع جوجل طبعا ياهو أبرمت هذه الصفقة سابقا مع مايكروسوفت وطبعا يتعلق في بينغ وهي أظهار نتائج وأعلانات جوجل ضمن مواقع ياهو وسيكون أيضا ليهو طبعا إيرادات من هذه الصفقة قد تتروح ما بين 200 إلى 400 مليون دولار لكن ارتفاع العوائد قد يكون ما بين 10 إلى 18 في المئة عوائد الصفقة المتوقعة من جوجل في الأرقام القادمة توقعات نتائج الربع الرابع هي ما بين مليار ومائةين مليون دولار إلى مليار ومائة وستين مليون كانت توقعات السابقة أيضا أعلى من ذلك عند توقعات المحللين مليار وثلاثمائة مليون وهذا أيضا لدينا ثلاث أرقام سلبية إن كان الإيرادات الأرباح وحتى التوقعات للربع الأخير الأرباح ومليون دولار هي عند مائة وستين التوقعات بنسبة الأرباح مائة وستين إلى مائةين مليون دولار